اشتركوا في القناة لشهادة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه مع شباب آل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام وبهذه المناسبة أعزيكم وأيضا أدرك وأتفهم معاناتكم في الغربة وبعد عن الوطن هذه المعانات التي لم تعد مؤلمة للغاية وصعبة كما كانت في السابق قبل العشرين سنة وما قبل العشرين سنة قبل تطور وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك صعوبة شديدة للتواصل بين الشباب المتغربين والدارسين مع أهاليهم ولكن الآن لم تعد الأمور كذلك الاتصالات أصبحت سهلة ميسرة ومجانية كنا في السابق نعاني كثيرا الخمس دقائق والعشر دقائق مكلفة للغاية كان الإنسان يسافر أو يتحرك مسافات حتى يذهب إلى النقطة التي يستطيع أن يتصل بها مع أهله ولكن الآن من خلال الموبايل يستطيع أن يجري مكالمات يعني بالفيديو ويراهم ويرونه فالغربة ومكالمة أيضا مجانية فيستطيع أن يتحدث كما يشاء فالغربة هذه الأمور وسائل التواصل الاجتماعي خففت كثيرا من ألم الغربة ولكن مع ذلك يبقى يعني أن الغربة تبقى تجربة مهمة وجديرة بأن تستثمر ويستفاد منها لأن هذه الغربة كما تعلمون ورأيتم وشاهدتم ولمستم عن تجربة أنها تعطي خبرة كبيرة في الاعتماد على النفس وفي الانفتاع على ثقافات جديدة والانفتاع على أفكار وأنماط تفكير وشخصيات وثقافات وأجواء مختلفة عن الأجواء التي عاش فيها الإنسان ولذا هي فرصة ثمينة يفترض أن يستثمرها شبابنا حتى عندما يعودوا إلى أوطانهم ويخدموا بلدانهم يكونوا قد اختزنوا في أذهانهم الكثير من هذه التجارب المفيدة والنافعة في الاحتكاك بأنماط مختلفة من الثقافات والبشر نعود إلى موضوعنا في هذه الليالي نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه هذه النهضة التي قد يتساءل بعض بأنه لماذا نستحضرها لماذا نستحضر التاريخ لماذا نستحضر الماضي في حاضرنا يفترضنا الإنسان أن يفكر في الحاضر والمستقبل ولكن في الحقيقة هذه النظرة التي تحاول أن تستبعد الماضي نظرة قاصرة جدا لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في حياته دون ذاكرة فالتاريخ يمثل ذاكرة الأمم وذاكرة الشعوب والثقافات ولذا لا بد أن يستحضر التاريخ ولكن كيف يستحضر؟ هل يستحضر بطريقة تعيق فهم الحاضر والتخطيط للمستقبل أم يستحضر الماضي والتاريخ بطريقة مبدعة وبطريقة واعية وناضجة بحيث يأخذ الإنسان من هذا التاريخ ما يفيده لحاضره ولمستقبله ويقتنص منه الجواهر والقيم الأساسية ولذا نحن عندما نستحضر نهضة إمام الحسين سلام الله عليه لا نريد أن فقط نقطع بعض الأحداث هكذا بشكل متناثر أو حتى نستحضر نهضة إمام الحسين وكأن الحياة كلها يعني لا تتحمل إلا مواقف كمواقف الإمام الحسين سلام الله عليه في نهضته الإمام الحسين سلام الله عليه لا يمكن أن يفهم إلا إذا درست شخصيته من بداية حياته وحتى شهادته ولذا الذي يدرس فقط نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه هو لم يعرف الحسين لأن الإمام الحسين سلام الله عليه حتى يعرف لا بد أن يدرس في فترة نشأته وصباه مع جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكيف كان يختصه جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع أخيه الحسن برعاية خاصة واهتمام خاص وتربية خاصة ثم بعد ذلك عندما شب الحسن والحسين سلام الله عليهما وكان مع أبيهما علي سلام الله عليه في فترة الخلفاء الثلاثة وحتى استلم علي سلام الله عليه وكيف سار الحسين سلام الله عليه والحسن كذلك كيف ساره مع أبيهما أمير المؤمن سلام الله عليه في هجرة إلى العراق وفي حروبه الجمل وصفين ونهروان وكيف عانى مع أبيهما علي سلام الله عليه كما عانى علي سلام الله عليه كان يستشعران معاناة الإمام عليه السلام الله عليه في العراق ومع أهل العراق في استنهاض هممهم خصوصا بعد ما جرى في ما بعد صفين من تفكك وتململ في جيش الإمام عليه السلام الله عليه حتى ظهرت ظاهرة الخوارج ثم بعد ذلك موقف الإمام الحسين سلام الله عليه مع أخيه الحسن في صلحه وكيف كان هناك تململ عند كثير من الخواص خواص الإمام الحسن سلام الله عليه وموقف الإمام الحسين في الامتثال وفي القبول بقرارات الإمام الحسن سلام الله عليه مع أنها لم تكن تنسجم مع مزاج المزاج الثوري عند الثوريين وكان الإمام الحسين سلام الله عليه يحمل روحا ثورية ولكن هذه الروح الثورية كانت منضبطة بضوابط معينة ولم تكن منفلتة كما تكون مشاعر كثير من الثوريين في حالة هياج وانفلات وعدم انضباط وحتى نعرف أكثر الإمام الحسين سلام الله عليه نستطيع أن ندقق أكثر في سيرته بعد شهادة أخيه الإمام الحسين سلام الله عليه فترة عشر سنوات تقريبا قضاها الإمام الحسين سلام الله عليه في فترة خلافة معاوية احترم فيها الإمام الحسين سلام الله عليه صلحة أخيه ولم ينهض في وجه معاوية رغم أنه كان يوجه له رسائل استنكار ونهي عن المنكر وشيء من هذا القبيل ونصائح شديدة اللهجة ولكن مع ذلك لابد أن تدرس هذه السنوات العشر وعلى هذا الأساس لا يستطيع الإنسان أن يتوهم بأن الإمام الحسين سلام الله عليه هكذا ثائر دون فهم أو وعي ومجرد رغبة في قلب الطاولة على يزيد لم يكن الأمر كذلك والدليل على ذلك صبره سلام الله عليه في فترة معاوية عشر سنوات رغم الرسائل التي كانت ترد من الكوفة على الإمام الحسين في المدينة ترد عليه بعد شهادة أخيه الإمام الحسين سلام الله عليه تستنهضه وتبدي أهل الكوفة كانوا يبدون استعدادهم للوقوف مع الحسين سلام الله عليه إذا قرر أن يتصدى لمعاوية ومع ذلك الإمام الحسين سلام الله عليه طلب منهم أن يكون كل واحد منهم حلس بيته أن يجلس في بيته وينتظر حتى موت معاوية فإمام الحسين سلام الله عليه احترم صلح أخيه الحسن سلام الله عليه وكان يرى بأن مضاعفات وسلبيات الخروج على معاوية أكثر بكثير من السلبيات ولكن عندما رأى أن معاوية بدأ إجراءات توريث السلطة ليزيد وبدأ يصطنع الوفود الشعبية التي تحاول أن تظهر للناس بأن استخلاف يزيد هي رغبة شعبية هنا الإمام الحسين سلام الله عليه بدأ يفكر جديا بأنه بعد وفاة معاوية لا بد أن يستفيد من لحظة الفراغ السياسي ولا يفسح المجال ليزيد حتى يفرض نفسه كأمر واقع على العالم الإسلامي النقطة هي هذه بالتحديد بأن معاوية أراد أن يورث السلطة ببدعة جديدة لم تكن مألوفة في العالم الإسلامي لم مثل هذا الإجراء لم يتخذه الخليفة الأول أبو بكر لم يورث السلطة لابنه عبد الرحمن على سبيل المثال ولم يتخذ مثل هذا الإجراء عمر بن الخطاب ولم يورث السلطة لابنه عبد الله بن عمر رغم أنه اقترح عليه شيء من هذا القبيل فأن يأتي معاوية ويبدأ بإجراءات توريث السلطة إلى يزيد دون الناس والمسلمون إذا كانوا قد تجاوزوا منطق الوصية الإلهية التي نؤمن بها في غدير خم ولكن ارتضوا بعد ذلك أشورة وأخذ رأي أهل الحل والعقد وكبار أصحاب الرأي ولكن عندما يتم تجاهل رأي الأمة بأسرها وتنصيب شخص معروف بالفسقي والفجور ومعروف بعدم احترام القيم الإسلامية والأخلاقية هنا الإمام الحسين صلى الله عليه قال كلمته وعلى الإسلام السلام إذ بليت براع مثل يزيد فإذن الإمام الحسين صلى الله عليه كان ينتظر لحظة الفراغ السياسي بموت معاوية حتى يبدأ بالنهوض وعدم فسح المجال وعدم إعطاء وقت ليزيد حتى يفرض نفسه كأمر واقع على مفاصل الدولة ولكن يبقى بأن كثير من خيوط ومفاصل الدولة التي أسسها معاوية بعد صلح الحسن عليه السلام كانت خيوطها تتجمع في الشام الجيش الكبير كان في الشام ولذا كان يزيد بالنسبة إلى أقدر على أن يعيد الإمساك بهذه الخيوط من جديد ولكن كان لابد بأن تكون هناك حركة لإعادة الهيبة للعالم الإسلامي ولرأي الناس وعموم الناس بحيث لا يسح المجال لشيء أشبه ما يكون بالانقلاب العسكري وفرض الأمر الواقع من ابن الخليفة السابق لهو معاوية فإذن الإمام الحسين سلام الله عليه بعد إدراكه وفهمه تماما لشخصية يزيد وإنفلاته وفسقه وفجوره الاستثنائي وأنه يريد أن يتسنم منصب جده المصطفى صلى الله عليه وآله وكان في ذلك الوقت الخليفة كأنه يمثل الإسلام فلم يكن من المقبول أبدا أن شخص مثل يزيد معاوية لم يكن يتجاهر بالفسق والفجور كما كان يتجاهر يزيد ولذا مجيء يزيد إلى السلطة كان يعتبر تغيرا نوعيا في وضع العالم الإسلامي إذن لم يعد بمقدور الإمام الحسين سلام الله عليه الصبر والسكوت أكثر من ذلك وخصوصا عندما يراد منه أن يبايع يزيد كرها وقسرا هنا قرر الإمام الحسين سلام الله عليه عدم مبايعة يزيد وبالحقيقة نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه تبدأ من هذه اللحظة من لحظة وصول خبر موت معاوية إلى المدينة المنورة إلى الوالي الوليد ابن عتبة عندما وصلت إليه رسالة من يزيد بأن أباه قد توفي في الشام وأنه يريد أن تأخذ له البيعة من الناس ومن الحسين سلام الله عليه بالتحديد وعبد الله بن الزبير وفلان وفلان أسماء محددة مشخصة أربع خمس أسماء وعلى رأسي من أمام الحسين سلام الله عليه وكانت الرسالة قد وصلت ليلة 27 رجب تقريبا هنا لم يبقى الحسين سلام الله عليه في المدينة أكثر من ليلتين ثلاث ليالي تقريبا هرع إلى قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله يشتكي وطبعا قبل ذلك كان قد ذهب إلى إلى بيت أو قصر الوالي في المدينة وجرت هناك مشاهدة كلامية وبعد ذلك رأى الإمام الحسين سلام الله عليه أن بقاءه في المدينة محفوف بالمخاطر وأنه سوف يضغط عليه ويجبر على بيعة يزيل ولذا الأفضل له أن يخرج إلى المدينة لأن شيئا فشيئا كان موسم الحج قد بدأ يقترب فخرج الإمام الحسين سلام الله عليه في يعني في 29 رجب تقريبا واتجه إلى مكة وصل هناك في حدود ثلاثة شعبان خمس أيام ست أيام تقريبا في الطريق وبقي الإمام الحسين سلام الله عليه في بكة فترة شعبان بأسره ثم شهر رمضان وشوال وخرج في يوم التروية من ذي الحجة وهو ثمانية من ذي الحجة وفي الحقيقة كانت الرسائل أهل الكوفة كانت قد بدأت ترد إلى الإمام الحسين سلام الله عليه في عشر رمضان والإمام الحسين سلام الله عليه عندما بدأت ترد إليه الرسائل في عشر شهر رمضان 11 12 13 كانت ترد بشكل يومي تقريبا إلى مدة أربع خمس أيام طلب من مسلم بن عقيل أن يخرج إلى العراق وبالفعل خرج خمستعش من شهر رمضان باتجاه العراق حتى يدرس الوضع بشكل ميداني ويقدم له تقرير ويتأكد من استعداد أهل الكوفة الفعلي والحقيقي والصادق لنصرته وللنهوض معه فبالفعل يعني مسلم بن عقيل خرج إلى العراق ووصل هناك خمسة شوال يعني تقريبا في حدود ثلاث أسابيع استغرق معه الطريق وعندما وصل إلى العراق والكوفة بالتحديد والتقى بأهلها ورأى حالة الحماس الشديدة عند أهل الكوفة لنصرة الإمام الحسين سلام الله عليه بعث مسلم بن عقيل للإمام الحسين في في 12 ذو القعدة أرسل له رسالة يطلب منه التعجيل بالقدوم إلى العراق حتى يستعجل بملء الفراغ في العراق وحتى تكون الكوفة بيد الإمام الحسين سلام الله عليه ثم بعد ذلك العراق ككل في هذه الحالة يستطيع أن يتصدى ليزيد في قبال يزيد القابع في الشام فرسالة مسلم بن عقيل التي خرجت في 12 ذو القعدة من الكوفة وصلت إلى الإمام الحسين سلام الله عليه في أوائل ذو الحجة وحتى يهيئ الإمام الحسين الركب ومعه النساء والأطفال كان يحتاج عدة أيام يعني تهيئة الجمال والركب وكذا هي ليست قضية سفر فرد واحد وإلا لو كان فرد واحد يستطيع أن يركب فرسه ويتوجه مباشرة إلى العراق ولكن هو أراد أن يخرج مع أصحابه وأهل بيته العشرات منهم وبالإضافة إلى النساء والأطفال فاستغرق إعداد الرحل عدة أيام إلى ثمانية ذو الحجة استفاد من فرصة إنشغال الناس والسلطة بالترتيب لأجواء الحج وموسم الحج والناس بدأوا يخرجون إلى ميناء استعدادا للذهاب إلى عرفة في يوم تسعة ذو الحجة استفاد من هذا اليوم ثمانية ذو الحجة وخرج من مكة باتجاه العراق وفي الحقيقة يعني عندما خرج إلى العراق كان البعض يعرف بأن بأن الإمام الحسين سلام الله عليه ينوي الخروج إلى العراق ولكن لم يكنوا يعرفوا بالضبط متى التوقيت لم يكن معروفة بالنسبة إليهم بل كانوا يرجحون بأن الإمام الحسين قد يعني يفترض أن يكون في الحج ويشارك في مناسك الحج ثم بعد ذلك يفكر ولكن الإمام الحسين رأى بأن من ناحية الأمنية ليس من السليم أبدا أن يؤدي مناسك الحجة ثم يخرج لأن هذا سيعطي فرصة وتفرغ للسلطة حتى تمنعه من الخروج من مكة فالإمام الحسين سلام الله عليه خرج من مكة ثمانية ذو الحجة وستغرق وستغرق الطريق معه في حدود 23 إلى 24 يوم تقريبا وفي الأسبوع الأخير من هذه الأسابيع الثلاثة تقريبا الأسبوع الأخير منه كان قد وصل إلى حدود العراق وعندما دخل العراق بأيام قليلة يعني يومين مثلا أو أكثر أو أقل التقى هناك بالحر وكان الحر معه جيش مكونا من ألف شخص احتجز الحسين سلام الله عليه وكان هو مكلف من عبيد الله بن زياد بأن يحتجز الحسين سلام الله عليه وحصلت هناك مشادة كلامية وهناك تفاصيل كثيرة أود من شبابنا أن يطلعوا عليها والتفاصيل كلها استعرضت في سلسلة مهمة بعنوان أحداث واقعة كربلاء مرفوعة على اليوتيوب يعني في حدود تقريبا ثلاثين محاضرة أشرح فيها كل هذه الأمور بأدق التفاصيل وبشكل تحليلي ولذا قضية الإمام الحسين سلام الله عليه لا يمكن أن تفهم من خلال هذا الموقف أو ذاك يعني من الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من مو فقط شبابنا كثير من الناس من جماعتنا عندما يترددون على الحسينيات وعلى المجالس الحسينية كل سنة أنهم يكتفون بالاستماع إلى قصة مثلا العباس سلام الله عليه عند الشريعة ونهر الفرات وكذا وكيف أنه آثر أخاه الحسين سلام الله عليه أو يستمعون لقصة القاسم سلام الله عليه في اللحظات الأخيرة عند استشهاده أو كذا وكذا قصص هكذا متناثرة لا يربطها خيط رابط ولا يستطيع أن يكون من خلالها المتلقي صورة واضحة ومتكاملة هذا البقاء على هذه الحالة بأن كل سنة الإنسان يستمع إلى نفس اللقطات المتناثرة عن نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه أي أبدا أبدا لا تشبع حقيقة إشباعا حقيقيا وصحيحا عقل الإنسان وقلب الإنسان وإنما تشبعه إشباعا مزيفا يعني يخرج الإنسان من الحسين يتوهم بأنه تفاعل مع الحسين ذرف بعض الذموع على إمام الحسين سلام الله عليه بكى على الحسين ولكن لا يدرك بعمق وفهم متكامل وسليم نهضة الإمام الحسين من الألف إلى الياء وبشكل تفصيلي وتحليلي حتى توضع كل قصة توضع في سياقها ككل أنتم يعني كما تعرفون أي لوحة أي لوحة فنية إذا الكاميرا سوت فوكس على جزء صغير جدا من هذه اللوحة وظلت الكاميرا مثبتة من البداية إلى النهاية على هذا الجزء الصغير من اللوحة يستطيع الإنسان المشاهد أبدا أن يكون ويعرف أصلا التقاسيم ومعالم هذه اللوحة والنقاط الجمالية أو النقاط المؤذية في هذه اللوحة لأن هذه اللوحة فيها الأمور الجميلة والرائعة لوحة نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه التي تجلى في الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه ومواقفهم وأيضا فيها مواقف مؤذية ومزعجة وصادمة ترتبط بمن خذل الإمام الحسين من أهل المدينة أو مكة أو بانقلاب أهل الكوفة وخذلانهم للإمام الحسين أو حتى توحش والحالة الغريزية الحيوانية التي ظهرت عند قتلة الإمام الحسين وهذه الحالة من التوحش في التعامل مع النساء والأطفال بعد حتى شهادة الإمام الحسين هذه الأمور لا يمكن أن تتضح إلا أن الكاميرا نسوي لها زوم آت ونرى هذه اللوحة بكل تقاسيمها حتى نستطيع أن نفهم نهضة الإمام الحسين أريد في هذه الدقائق المتبقية أن أختار لكم فقط موقف ولكن مع التنبيه بأن مثل هذا الموقف لن يفهم مثل ما قلت قبل قليل إلا مع فهم النهضة ككل ولكن باعتبار الوقت الإنسان قد يضطر بعض الأحيان إلى اختيار بعض المواقف في النهضة وهذه من المواقف اللي عادة ما تذكر لأن عادة يتم التركيز على الأحداث يوم العاشر من المحرم يوم العاشر من المحرم أما ما جرى قبل ذلك ما جرى من بداية نهضة إمام الحسين عادة لا يتم الالتفات إلى ذلك أود أن أنقل الكاميرا إلى البصرة موقف معين ليزيد بن مسعود النهشلي هذا الاسم ربما لأول مرة تستمعون لهذا الاسم نريد أن نعرف هذه الشخصية الإمام الحسين سلام الله عندما بدت ترد إليه الرسائل أهل الكوفة ويستنهضوه وقرر المجيء إلى العراق أراد أن يطلع أهل البصرة بأنه قادم إلى العراق حتى من يريد أن ينصره ينصر الإمام الحسين سلام الله حتى يتم الحج عليهم طبعا البصرة لم تكن كلها هواها مع أهل البيت سلام الله عليه الوضع يختلف الكوفة عن البصرة في الكوفة ثلثينهم تقريبا هواهم مع أهل البيت وثلثهم مع بني أمية في الكوفة الوضع بالعكس ثلثينهم مع بني أمية وثلثهم مع أهل البيت سلام الله عليهم فيقول أبو مخنف عن فلان عن فلان يقول كتب حسين مع مولى لهم يقال له سليمان هذا سليمان هو مراسل الإمام الحسين سلام الله عليه لأهل البصرة وكتب بنسخة إلى رؤوس الأخماس بالبصرة وإلى الأشراف البصرة كانت مقسمة جغرافيا إلى خمسة أقسام خمسة محافظات حسب القبائل وتوزيع سكن هذه القبائل في البصرة وعلى رأس كل خمس من هذه الأخماس المحافظات الخمس كان هناك رؤساء وأشراف فالإمام الحسين سلام الله عليه بنسخة واحدة يعني رسالة واحدة فيها خمس نسخ في هذا المعنى هي رسالة واحدة ولكن مرسلة إلى خمس أشخاص صيغتها واحدة كتب إلى مالك بن مسماع البكري هذا واحد من رؤساء الأخماس وإلى الأحنف بن قيس والمنذر بن الجارود وإلى مسعود بن عمر وإلى قيس بن الهيثم وإلى عمر بن عبيد بن معمر فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع أشرافها خنشوف شنو هذه النسخة من رسالة المام الحسين سلام الله عليه أهل البصرة يقول الإمام الحسين أما بعد فإن الله عز وجل اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس يريد أن يذكر الناس بأحقية أهل البيت سلام الله عليه بعد وفاة جده المصطفى صلى الله عليه وآله فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة يعني بعد ذلك تم إقصاء أهل البيت عليه وسلام ولكن كرهنا الفرقة نعرف بأن لو ضللنا نتحدث عن حقنا ويعني لا نبايع ولا ننسجم مع الخليفة الأول والثاني والثالث سوف يتشتت جمع المسلمين وسوف تثار الفرقة والفتنة وغير ذلك وأحببنا العافية ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق لمستحق علينا من من تولاه إن نحن أحق من الأول والثاني والثالث وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق فرحمهم الله وغفر لنا ولهم الإمام الحسن سلام الله لا يريد أن يفتح ملفات قديمة وخصوصا بأن بعض أهل البصرة وكثير من أهل البصرة هواهم مع الخليفة الأول والثاني بعضهم مع الثالث بعضهم يعني هواهم ليس مع الثالث لكن عموما هم يحترمون الخليفة الأول والثاني ولا يريد الإمام الحسن سلام الله أن يفتح ملفات قديمة وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فإن السنة قد أميتت يعني بالتدريج قبيل موت معاوية ثم مع مجيء يزيد أميتت السنة وإن البدعة قد أحيت وأن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله يقول المقتل يقول أبو مخنف يقول فكل من قرأ ذلك الكتاب من أشراف الناس كتمه يعني ذول الرأساء خلاص كل واحد يعني كتم الكتاب ليش؟ لأن خايف إذا دع الناس لنصرة الحسين من هو والي البصرة في ذلك الواتق عبيد الله بن زياد فسوف يكون مصيره الإعدام فإذا أجاب الحسين سلام الله عليه يعني يخاف أن يتفشى خبر هذه الإجابة وكذا فكتمه وشافوا أن أفضل طريق أن يتجاهلون رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه غير باستثناء المنذر ابن الجارود فإنه خشية بزعمه أن يكون دسيسا من قبل عبيد الله يعني هذا المنذر ابن الجارود وهو يعني يرتبط بصلاة قرابة مع عبيد الله بن زياد يقول بأني خشيت بأن يكون هذا الرسول أن يكون هو دسيسا من عبيد الله بن زياد يريد أن يعرف يعني مثل كمين أو مصيدة يريد أن يعرف من خلالها هذه الرسالة عبيد الله بن زياد من من الممكن أن يقف مع الحسين فيما لو أراد القدوم إلى العراق فجاءه بالرسول من العشية التي يريد صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة يعني هذا المنذر ابن الجارود اصطحب رسول الحسين ساقه إلى عبيد الله بن زياد يقول تفضل شوف بأن هذا جاءني برسالة من الحسين يقول مني كذا وكذا وعبيد الله بن زياد كان مخطط أن يخرج إلى الكوفة حتى يستعيد زمام الكوفة وحتى يمنع دخول الحسين إلى الكوفة فصبيحة ذلك اليوم كان مقرر عبيد الله بن زياد أن يخرج من البصرة ففي نفس اليوم جاءه المنذر ابن الجارود مع رسول الحسين وأقرأه كتابه فقدم الرسول عبيد الله بن زياد قدم الرسول فضرب عنقه يعني هاي الأول شهيد في نهضة المنذر الحسين سلام الله عليك كان رسول الحسين إلى أهل البصرة من تسبب في استشهاده هذا المنذر ابن الجارود اللي ادعى بأني أنا أخاف أن يكون هو دسيس من عبيد الله بن زياد فذهب مع الأسف الشديد وساقه إلى عبيد الله بن زياد وفي شخص آخر أيضا أجابة لحسين عليه السلام ولكن إجابة سيئة هو أحنف ابن قيس لهمني الآن موقف يزيد ابن مسعود النهشلي يقول وأما يزيد ابن مسعود النهشلي فإنه أحضر بني تميم وبني حمضلة وبني سعد وقال لهم هذا يزيد ابن مسعود النهشلي هذا من الأشخاص اللي وصلت رسالة الحسين تفاعل تفاعلا رائعا جمع بني تميم بني حمضلة بني سعد كل هؤلاء غيمون عليهم وقال يا بني تميم كيف ترون موضعي منكم وحسبي فيكم يعني إش كثر أنا أمون عليكم إش كثر لكلمة عليكم فقالوا أنت فقرة الظهر ورأس الفخر حللت في الشرف وسطا وتقدمت فرطا أنت راسنا أنت الكبير عندنا قال قد جمعتكم لأمر أشاوركم فيه وأستعين بكم عليه قالوا نمنحك النصيحة ونجهد لك الرأي قال إن معاوية هلك مات إلى أن يقول وكان قد عقد لابنه بيعة ظن أنه أحكمها يعني هو يحاول أن يجعل الناس يبايعون يزيد وهو يتوهم معاوية أنه أحكم هذا البيعة وهذه البيعة غير مستقرة حتى الآن الناس لم يقبلوا بيزيد وقد قام يزيد شارب الخمور ورأس الفجور وأنا أقسم بالله قسما مبرورا لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين وهذا الحسين بن علي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ذو الشرف الأصيل والعلم والسابقة والسن والقرابة يعني هم هو صبت النبي وهم يعني عمره 57 سنة ليس شابا متهورا هكذا فكل مواصفات الحاكم العادل النموذجي متوفرة بالحسين عليه السلام يعطف على الصغير ويحنو على الكبير فأكرم به راعي رعيته وإمام قوم وجبت لله به المحجة وبلغت به الموعظة فلا تعشوا عن نور الحق العشاء هو مثل العمى أو ضعف البصر فلا تعشوا عن نور الحق ولا تسكعوا في وهدة الباطل فقد كان فقد كان صخر ابن قيس انخذل بكم يوم الجمل يعني كان لكم موقف يا أهل البصرة موقف غير لائق فيه خذلان أبيه يوم الجمل فاغسلوها مع ابني رسول الله ونصرتي هذه فرصتكم بأن تعوضوا موقفكم الغير لائق وغير مناسب في يوم الجمل وها أنا قد لبست للحرب لامتها أنا مجهز نفسي لبست اللامة للحرب والدرعت لها بدرعها من لم يقتل يمت ومن يهرب لم يفت فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب أبي أسمع منكم ردت فعلكم وجوابكم وأنا أستنهذكم لنصرة الحسين سلام الله عليه فتكلم بنو حنظل فقالوا الآن عدة بطون أو عدة قبائل أول شي تكلم بنو حنظل فقالوا يا أبا خالد نحن نبلك نانتك وفرسان عشيرتك نحن نبلك نانتك وفرسان عشيرتك إن رميت بنا أصبت وإن غزوت بنا فتحت لا تخود والله غمرة إلا خضناها ولا تلقى في الله شدة إلا لقيناها ننصرك بأسيافنا ونقيك بأبداننا إذا شئت فقم نحن نحن جاهزون لنصرتك ونصرة الحسين حسين عليه السلام واتكلمت بنو سعد بن يزيد فقالوا يا أبا خالد إن أبغض الأشياء إلينا خلافك والخروج عن رأيك وقد كان صخر ابن قيس أمرنا بترك القتال يعني في الجمل فحمدنا رأيه وبقي عزنا فينا فأمهلنا نراجع الرأي ونحسن المشورة ويأتيك خبرنا واجتماع رأينا يعني بنو سعد قال أعطونا فرصة يعني أيضا استجابوا لكن استجابة مشروطة بالمهلة حتى يعطونهم رأيي النهائي وتكلمت بنو عامر بن تميم فقالوا يا أبا خالد نحن بني أبيك وحلفائك لا نرضى إن غضبت ولا نغضب إن رضيت ولا نقطن إن ضعنت يعني طالما إذا أنت طلعت إحنا ما ننظل في البصرة ولا نضعن إن قطنت والأمر إليك والمعول عليك فادعنا نجبك وأمرنا نطعك والأمر لك إذا شئت فقال يزيد بن نهشلي قال والله يا بني سعد لئن فعلتموها لا رفع الله عنكم السيف أبدا ولا زال سيفكم فيكم الآن بعد ما ضمن يزيد النهشلي نصرة القبائل اللي يهيمون عليها كتب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل إلينا كتابك وفهمت وفهمت ما ندبتني إليه فهمت شنو تبين مني ودعوتني إليه من الأخذ بحظي من طاعتك إن تعطيني فرصة أني أمتثل لأمرك وأن قاد أصبح من من جماعتك يعني ونصيب من نصرتك وأن الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير أو دليل عليها بنجاة أو دليل على سبيل نجاة وأنتم حجة الله على خلقه ووديعته في أرضه تفرعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنتم فرعها يقصد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فأقدم سعدت أسعد طائر فقد ذللت لك أعناق بري تميم يعني جهزتم استنهضتم هم جاهزون لنصرتك وتركتهم أشد تهافتا في طاعتك من الإبل الضمأة لورود الماء يوم خامسها يعني الآن هم متلهفون لنصرتك ومنتظرون لمجيئك وقدومك كما تتلهف الإبل العطاشة إلى الماء وقد ذللت لك بني سعد وغسلت درن صدورها بماء سحابة موزن موقفها المنخذل في يوم البصر الآن رح يختلف حتى استهلت برقها فلمع تقول الرواية فلما قرأ الحسين عليه السلام الكتاب قال مالك آمنك الله يوم الخوف وأعزك وأرواك يوم العطش الأكبر فلما تجهز المشار إليه للخروج يعني يزيد النهشلي لما تجهز للخروج إلى الحسين عليه السلام بلغه قتله قبل أن يسير يعني بذاك الوقت ما كان في وسائل تواصل اجتماعي حتى يعرف بالضبط متى الإمام الحسين يريد أن يخرج من مكة هو كل ما في الأمر أنه أرسل هذه الرسالة على عجل أرسلها مع الرسول وهذا الرسول وصل إلى إمام الحسين إمام الحسين سلام الله عليه وأوصل الرسالة الأمر الغريب اللي يحتاج إلى توقف مذهل يحتاج إلى توقف أن هذا الرسول رسول يزيد النهشلي اللي وصل رسالته إلى الحسين عليه السلام اسمه الحجاج ابن بدر التميمي هذا ما وصل الرسالة ورجع إلى يزيد النهشلي في البصرة لا ظل مع الإمام الحسين سلام الله عليه خرج معه من مكة ووصل معه إلى كربلاء واستشهد مع الحسين سلام الله عليه في كربلاء فشوفوا الأمر الغريب كيف أن الله سبحانه وتعالى وفق الحجاج ابن بدر التميمي اللي هو مجرد رسول ليزيد النهشلي وفقه للوصول إلى الحسين سلام الله عليه في مكة والخروج معه والبقاء معه حتى يوم العاشر المحرم حتى يكون من شهداء كربلاء ولكن يزيد النهشلي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع الحسين وأصحاب الحسين الذي كان متلهفا لمصرة الإمام الحسين سلام الله عليه ولكن لسبب أو آخر بسبب عدم معرفة عدم وجود تواصل ووسائل تواصل ورسائل متبادلة سريعة ومعرفة بأن الحسين سلام الله عليه قد وصل لقريب البصرة لو كان يعرف يزيد النهشلي بأن الإمام الحسين سلام الله عليه الآن خرج من من مكة واقترب من الحدود العراقية بلا شك كان قد خرج يزيد النهشلي والتحق بالحسين عليه السلام مع دخوله إلى العراق ولكن لم يعرف ذلك ولم يدرك ما جرى إلا بعد العاشر من شهر محرم في الحقيقة لوحة كربلاء لوحة عظيمة وفيها كل الأنماط فيها من وفق بالشهادة مع الحسين فيها من كان مستعدا للشهادة ولكن لم يوفق وكان مستعدا بصدق فيها من كان مستعدا ولكن بدرجة معينة وكان يختلق الأعذار فيها من من تقاعس عن الخروج مع الحسين سلام الله عليه من المدينة ومكة فيها من بايع الحسين من أهل الكوفة بايعه ثم خذله بعد ذلك وخرج إلى الصحراء هاربا هكذا حتى يبتعد من أرض المعركة وفيها من بايع الحسين سلام الله عليه من أهل الكوفة ثم أصبح مع جيش عمر بن سعد من قتلة الإمام الحسين أو على الأقل من المشاهدين لهذه الجريمة دون أن يحرك ساكنا تم سوقه كما تساقل كما يساقل القطيع هكذا وهو لا حول الله ولا قوة في الحقيقة عاشوا رأى مدرسة نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه بدرسة وإنسان يظلم نفسه إذا عاش في هذه الدنيا وخرج من هذه الدنيا وهو لم يقرأ ولم يفهم نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه يستطيع أن يفهم النفس الإنسانية وأنماط البشر في المنعطفات المختلفة كيف يتصرفون وهو يستطيع أن يرجع إلى نفسه ويرى نفسه هو لو كان في هذا الموقف ما هي ردة فعله الممكنة والمحتملة كيف يمكن لكل واحد مننا أن يعمل من الآن على أن يتجنب أن يكون نسخة مكررة من بعض الأشخاص اللي خذلوا الحسين سلام الله عليه هذا الموضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل ولكن أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وأن يحشرنا في زمرة الحسين وأن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا وعظم الله أجوركم مجددا بهذه الأيام الأليمة أيام شهادة حسين سلام الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أَوَمَا رَقَقْتَ بِكَرْبَلَا يَا حَرْمَلَا وَلِمَا جَنَيْتَ بَكَتْ عُيُونُ الْبَسْمَلَا هَا ذِي سِهَامُكَ صَوَّبَتْ كَبِدَ الْهُدَى بَلْ سَطَّرَتْ فِي الْعَرْشِ آيِ الزِلْزَلَا عَيْنُ الْكَفَالَةِ أَنْتَ مَنْ أَطْفَتْ تَغَالَ فَغَلَغَ الْبَتُولَةُ فِي الْجَنَائِنِ مُعْوِلَا وَرَمَيْتَ بِالسَهْمِ الْمُثَلَّثِ مُهْجَتَانِ دمها رقى في الخلد أعلى منزلا حدث ففي قلب الرضا بتساؤلون أَوَمَا رَقَغْتَ بِكَرْبَلَا يَا حَرْمَلَا فَيُجِبُ لَا أَنْسَى حُسَيْنًا قَادِمًا يَمْشِي وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ طِفْلٌ ضَلَّلَا قَالَ ارْحَمُوهُ وَبَلِّلُوا عَطَشَ الْحَشَوْهُ مَا كَانَ يَنْقُصُ مَاءُكُمْ إِنْ بَلَّلَا صَوْتٌ بِهِنْ فَصَمَتْ عُرَى سُفْيَانِكِمْ مَا بَيْنَ مُدْبِرَةٍ وَأُخْرَى مُقْبِلَا سَدَّدْتُ سَهْمِيَ لَا أَرَى مِنْ أَحْرِقِي إِلَّا بَيَاضَ النَّاسَ عَنْ مَا أَجْمَلَا وَثَكَلْتُ وَالِدَهُ بِقَطْعِ وَرِيدِي إِذْ كَانَ قَطْعٍ زَاعِيمٍ أَنْ أَقْتُلَا كَالطَيْرِ رَفْرَفَ لِلْحُسَيْنِ بِبَزْمَتْينَ وَدَنَى إِلَيْهِ يَضُمُّكُ فَرَقَقْتُلَا سَعَدَ اللَّهَ قَلْبَ الْحُسَيْنِ حالة أب أخذ ابنه إلى القوم ليسقيه شربة من الماء بعدما جفل ابن أمه فرموا القوم سمان ذبحوا قوبنا الوريد إلى الوريد أما حال أمي الرباب سعد الله قلب الأم كالنبيته خاطبة نوم العوام في الولاد مستعجلتنا فطموك يا يوم الولاد بحظن في طموك فطموك يا يوم الولاد بحظن في طموك بعدك صغير يا الولاد والما يحرموك للبن عبد الله برموح يا ولادي سلموك صغيرون يا ولادي ولا كملتها العام صغيرون يا ولادي ولا كملتها العام يروي عن إمامنا يروى عن إمامنا السجاد عليه السلام أنه قال أني جالس في تلك العشية التي قتل أبي في صبيحتها وعندي عمتي زينب تمرضني إذا اعتزل أبي في خباء الله وعنده جان مولى أبي دار وهو يعالج سيفا ويصلحا وأبي يقول يا دور فلك من خليل كملك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل والدور لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيل فعاد أبي مرتين أو ثلاثا حتى فهمتها فعرفت ما أراد فخنقتني العبر فرددت دمعتي ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل أما عمتي زينب 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 فإنها لما سمعت ما سمعت وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة فلم تملك نفسها دون أن وثبت تجر أذيالها حتى انتها تنى وهي تنادي وثكلا ليت الموت عدمني الحياة اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي العسان يا خليفة الماضين وثمال الباقين فنظر إليها العسان نظر رأفة ورقة وصار يسليقه قالت بأبي أنت وأمي استقتل نفسي في ذاك فرد الحسين غصته وترقرقت عيناه بالدموع فقالت ردنا إلى حرم جدنا رسول الله فقال حيات لو ترك القطى ليلة لغفى ونام فقالت ويلتا فتغتصب نفسك اغتصاما فذلك أقرحه لقلبي وأشد على نفسي فقال لها العسان أقرحه لقلبي وأعلم أن أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يبقون نعم نعم ليلة صعبة على قلب زينا جم ليلة بثر ليلة مرت على القلب مر لكن ليلة العاشر أشد وصعبة على الحور جم ليلة بثر ليلة مرت على القلب مر لكن ليلة العاشر أشد وصعبة على الحور مكسورة قلوب وصلت وخلت راسها بصدره نوبة تشم والظم نوبة تصيح يا زغر خويا ودعا لليه وعيني من البجا حر يحرم على عيوني تنام لو شاف الدماء نحرم يصبر أبو سكينة وعيني البلوى يحادي باتر له لفاكم جيش يختوصي ينفذي عباية أم فاطم عباية فاطم أميش على راسيش دخليها وان شفتي الشمور يمي نادي يوم يا زغرام مرعوباته الدمع وعينت ناظر المظلوم دمعا يام سحب شفا يختصاب برب غليوم ثم سمعت بقية النسوة فجئنا وبكينا ونصبنا المناحة ولما كان يوم العاشر وقتل أصحاب الحسين وأهل بيت ولم يبقى معه أحد ينصر وإذا بزينب تأتي إلي بطفلة الرضيع بعد أن جاءت بها إلي أمه الرضاب ويتقول عاكم رضيعكم يا أول محمد رق قلب الحسين حول طفله الذي اصفر لونه من شدة الضماء فأتا به إلى القوم ووقف مناديا يا قوم قتلتم إخوتي قتلتم على بيتي قتلتم أنصاري ولم يبقى عندي سوى هذا الرضيع يا قوم اسقوه شربة من الماء فقد جفى لبن أمه من شدة العطاش يا قوم إن كنتم تخافون أن أشرب الماء فاخذوه واسقوه أنتم اختلف القوم فيما بينهم منهم قال إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار ما ذنب هذا الطفل الرضيع ومنهم من قال لا تبقوا لأيلي هذا البيت باقي فلما رأى عمر النساع ذلك صاح في حرملاء ويحكى حرملاء اقطاع نزاع القوم يقول حرمل حكمت سوما في كبد القوس ونظرت إلى الرضيعين أرميه في أي موضع من جسمه لأنه كان مقمطا بين يديا به وبينما أنا كذلك حبت ريحون فكشفت النقاب عن وجه الرضيع وإذا برقبتي تلمع على عضد أبيه العسين كأنها إبريق في الضابة فرميته فذبعته من الوريد إلى الوريد أين المنادي ومصيبته ورضيعها فلما رأى العسين الدم يجري من نحر طفله وضع كفه تحت نحره فلما امتلأ الدم رمى به نحو السماء وقال هو ما نزل به أنه بعين الله ولما عاد إلى أمه تخيل هذا المنظر الأم تنتظر ولدها لعلهم سقاوا حال الأم كيف لها أن ترى رضيعها مذبوحا صرخا وولدها وذبيحا سعد الله قلبه أمه ما خالها وقد عاد إلي طفلها مذبوحا يا ابني يا عبد الله يا محروم يا من بسم البين مفطوم عقبك تراني مفارق النوم أم ساقر الليل وأحسب الانجوم أم ساقر الليل وأحسب الانجوم ومنعطف أغوى لتقبيل طفلي فقبل منه قبله السوم منحرا لقد ولد في ساعة هو وردا ومر في نحر السوم كبرا اللهم تقبل منا هذا القليل القليل برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة